مرحبا بكم معنا في دبارتنا لليوم اللي مما بعضنا بيش نعملو صلاتة مشوية بنينة اتعشق تعمل كيف اما خفلة في حاجة اكس بريس ومتاخذيكم شي برشة وقتو لبرشة جهد اللي حاجتو بلوصة يقضوا معي للاخر ما تنسوش تشتركو في القناة اول حاجة نحتاجوها كمية معتبرة من الفلفل لهنا الفلفل كيفاش ما يقلقش الجويد الغليز اي نوع متع فلفل الموجود هذاك هو اللي احنا بيش نعملو به ناخذو المشبك متاعنا متاع الفرن ونحطو كمية الفلفل اللي عنا الكل وبيش نحطوهم في الفرن في حرارة اقصى درجة فوق ولوتا ولهنا اول ما يتبادل اللون متاحه ونخرجوه كيف كيف بيش نعملو معه الطماطم لهنا اخذيت اربع كعبات الطماطم مش برشة اخذيت بصلة صغيرة واخذيت اه راس ثوم لهنا الكميات كل واحد يعمل كي ما يحب هو لهنا يشوفوا ما شاء الله عليهم جرينة الفلفل والتمتمة متاعنا وكيف كيف البصل والثوم لكل حطيتهم مبعضهم والكل هم تقريبا اه في نفس الوقت تابولي لهنا نحطوهم في اي حاجة تتغطى وخليهم يرتاحوا التريف حتى لين هكا يعرقوا لهنا بيش نوريكم كيفاش تنجمو تنحيو هكا القشرة متاع جرينة الفلفل لو كان تحبو اه نقول لكم لهنا لو كان تحبو على خاطر السر متاع الطريقة هذي انكم تنجمو حتى القشرة متاع جرينة الفلفل ما تنحيو هاش اي نعم ما تنحيو هاش لو كان اخذيتوا جرينة الفلفل يبدو جويدين عن الاخر هذوكم متنجموش تقشروهم مهمش يسهيلين في تقشير بتاعهم جس تنحيو الزريعة وتنجمو حتى ما تنحيو هاش اللي يحب الزريعة لهنا الطمطمة بتاعنا لهنا رهي سخونة هذيك عليش ما نجمتش اه نشدها بالقديه التمطمة رهو نحيو لها القشرة متاعها ما نخليوش القشرة متاع الطماطم ولهنا نقشروها زي دا كيف كيف بيكل سهولة على خاطر اه هكا اه عرقة على بعضها وتول هنا حاجة مهمة يسهل لازم تعملوها فصلتها مشوية اللي تخرجوا الماء الدخليني متاع الطماطم تعصروها كعبة الطماطم بالقديه بالقديه اول حاجة اه بيش يجي المطعم متاحة ابنين وثاني حاجة بيش ما يتقرس الكمش وما تجيش ميسة ولا كيفاش المهم نحيو الماء متاع الطماطم لهنا يشوفو كعبة البصل كيفاش فيه سعفيسة هكا تتنحى القشرة متاحة ولهنا قد ما تحبوا كيما قلت لكم كميات فيما يخص نيراهو اه في العادة ما نحطش البصل اصلا اما المرهيذي حبيتنا نحط هكا شوية البصل على البنة لهنا اه راسم تاعنا متاع الثوم لو كانت تحبوا سنينة الثوم يجيوكم هكا الزبدة زبدة من داخل تنجموا تحطوا سنينة الثوم في بابية اليومينيوم قبل ما تدخلوهم للفر بهذو ما وراء الكواليس اللي واريتهم لكم هذو كمتاع التصوير لحقيقة اه هيا الناس الكل وبالاخص مما هي اللي قاعدة تقشر وقاعدة تعمل فيهم الكل كيما تشوفو تنحي جوز تراهي في الزريعة ولا نحاط لقشرة لا حتى شاي لهنا نحطوا في الهند بلندر متاعنا ونرحيوهم بشوية بشوية حتى اللي نتحصلوا على القوام اللي احنا حشتنا به تنجموا تعملوا بالمهريس اه كيما تحبوا لهنا بانتقادة تورينا في ابداعات انتحها وتعاون معنا وهذو ما وراء الكواليس غير حبيت هكا اه نشارك معاكم بالاخصره والفيديو هيدا عملتوا عندي برشة وقت اللي كنت في تونس كي لكم شعالة كمية النستلجي والاحاسيس حاسيلو كيما شفتو اه كنجيو نرحيو نرحيو الفلفل واحدو ونرحيو اتماطم والبصل والثوم واحدو بشها كيك نجموا نتحكموا في الراحية امتاعنا ولهني الغلث والجود قد ما انتو ما اتحبوا توا نحطوا المكونة كل مع بعضهم في الصحفة لهني لو كان بش تخبيوهم الرمضان اه الوقت اخر تخبيوهم هم هكاكا ما غير افحات توا الافحات حشتنا كمية كبيرة يسر من زيت زيتون على خاطر تحب يسر زيت زيتونة حشتنا الملح حسب الرغبة امتاعنا نتفى صغيرة من الفلفل اكحل والنجم ونستغنيو عليه حشتنا تابلو كربوية كمية زادة معتبرة وما نحكي لكم مش على الريحة والفيحة اللي اتدوخ 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 كيما قلتكم للتخبية ما غير افحات نخلطوا كل شي بالجده بالجده والهني بش نحطوهم في طبق التقديم حتيت هكا اه شوية صحين هكا واحدو على جنب وهكا حتيت الباقي كل في الصحفة لهني اه للزينة امتاعنا اللي تحبو تحطوه تحطوه لهني عملت اعظيمة اسمتها اقسمت على اربعها كزي انتبهها لو كان عندكم تن يزيد بنا على بنا لو كان عندكم ترشي لو كان عندكم منشوة اللي تحبو انتوما لهني عندي طرف زيتون اما الحينو في الدار هذكا حتيتو واكهو شوية زيتون وشوية اعظم وكيفاش السهل الممتنع كيما قلتلكو وصفة ياسر اتربحكم وقت وصفة بنينة على الاخر وسهيلة على الاخر كيما شفتو ولهني رهي بالحق مطعم امتاحة ما يختلفش بارشا عالي معمولة على الكنون هكا وعلى اه وصولها ان شاء الله ما نكون اشتول تعليقكم ان شاء الله تعجبكم الوصفة تجربوها تكتبو لي رايكم اللوتا في خانة التعليقات وفي وصفة اخرى ودبارة اخرى وانتم تكونوا ديما بالف صحة وخير وعافية وبي باي